اشتركوا في القناة 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 خمشرب سترونات نبدأ واضحين يلزمنا برشة ماء شاي مفروغ منه الماء يجب مقسم على الصهرية وفي الصحور كيف تتوره الماء؟ كما في أي وقت عادي معناتها بشيكون ماذا بينا فما زو زيترات ماء في النهار اللي احنا بشي نقسموهم مش لازم الكل مع بعضه بالعكس نقسموهم على كميات صغيرة في الصهرية كاملة وفي الصحور بالنسبة للمشروبات عمرنا ما نحرمو عبد من المشروبات احنا نقولو اذا مشروبات غازية مرة في القديش اذا بش نشربوها بش نشربوها زي غو ولا لايت بش نسئلك علي مرة في القديش مش كل يوم يعني مش كل يوم موجودة ما اذا واحد بش يشتاها بش تكون مقبولة مرة في القديش كيس بركة ويكون زي غو ولا لايت يعني اللي هما بموحاليات ما نحبضوش وانو الانسان يكاثر منهم بارشة بالنسبة للسيتروناد ما فامش سيتروناد بلاش سكر كما يعني عصير البرتقال هو بيدو ماذا بينا نتفاديو هناك الكعبة بوردغين اللي هي معابية بالاليف خير من اللي ناكل اه انجو ماذا بينا ماذا بينا ماذا بينا تكون بريكا سيغاريت معانتها ماذا بينا في الفور ماذا بينا ما تكونش فيها برشة جبن تكون فيها بلوتو فخماج بلان يعني مثلا جوتا سيسيليا اه ونقص ملح بيان سوخ اه واضح ما ما فهمش ولا اسهل ما انا بالنسبة لي اينا راهو هذي مكلت الناس الكل راه اه بيه دكتورة ارس بور تقولونا سبور مريض السكري يلزم يمارس الياذا في رمضاء يقول لك الناس مع ما يلزم انا الجمش نتعب نسوخ توانا سايما كيش يتعرف مع اسفر انا زو سحولو اذا انسان ديجا شارب زيد ماء لفاي وكل شي ممكن انو يعمل رياضة ثلاثين دقيقة اره احنا نقولو عشرين ثلاثين دقيقة فالنهار تكفينا رياضة اه يعني ما هيش متعبة برشة كيمة الماخش معنا مثلا تجم تكون نسايف ساعة قبل شقران الفاطر وانا بعد شقران الفاطر دونك عمرها ما تكون رياضة متعبة ولا انتنسيف الي الانسان بيش يتعب برشة لي بيش تكون رياضة بالريتم بتاع الانسان كسواء انسان مو سن ولا انسان صغير في العمر احنا تالبين نصف ساعة عشرين دقيقة ولا نصف ساعة في اليوم اتكفيني بيهي والي هي ديما في الريتم بتاع الانسان يعني نجم يمشي بالضغط في الياقضي ينحي كرهبة يمشي يعمل مثلا هو يقولك يجبنا نخلي واكل مارش هذيك في حياتنا العادية نمشي نشي الخبز على سقايا نمشي نعمل حاجة على سقايا ما هوش لازم يعني حاجة تكون الي في مخي اينا سبار فهمت؟ اه 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 ونأكد وانو يجب انها تكون حاجة الي ما تعبش الانسان بهي تجب تكون زيدة كيف كيف بعد شقان فتر نصف ساعة بعد شقان فتر تاو الدنيا تفيت نسكول تجب تعمل نصف ساعة بعد شقان فتر اه اه كيف كيف دي ما نقول ما غير ما ننهكو نفسنا بالنسبة للعبيد اللي تعم الترويح هو الترويح في حد ذاتو رياضة دونك الترويح يكفي وكيف كيف نأكد ما يلزمش الانسان يتعب روحوا حتى لي نوصل السيطواتي على الارهاق واضح انا اه باش نقول لك عنا التاليفونيات وصلت للجوم بتاعنا اللي قلنا الهدية متاعه هو كفخي من عند اكويتشيك كفخي جاي في وقته قد قد خطرو بع السؤال قد 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 عش نحكيو عالمراقبة راوب مع هيدا الكل باش نحكيو عالمراقبة الذاتية مهمة برشال سييم صحي نحب نذكر نقول التاليفونيات اللي قاعدة تسمع فينا تستنى فينا توا انو تسمع وتكمل وتسمع الدكتور على خاطر السؤالي باش تقولوا ايه الدكتور والسؤال ساهل راهو ساهل عالاخر ومرضة سكري يعرفوا رواهم ويعرفوا الجواب بينسور ان شاء الله بعد شوية دونك دكتورة شنية المواعيد اللي ننصحوا بيها مريض سكر باش يقيس السكر متاعو اه في الدار قديش من مرة بيه ديجا اول حاجة نحب نأكد عليها راهو شرط من شروط سييم تو احنا تقدمنا فمع بيد سامت ومشورتناش بيه بالنسبة لي ايه انا شرط من شروط سييم وانو يلزم العبد يشاور تبيبه في اخر كونسلتاشون راهو مش لزم قبل بجمعة من رمضان في اخر كونسلتاشون ويعملها قبل رمضان يتفهم هو تبيبه على السييم اذا المريض عنده الحق باش يسيم يلزم ابسول ما يكون عنده يلزم يراقب السكر متاعو دونك يلزم شرط من شروط سييم هو مراقبة السكر متاعو بالنسبة لي انا فم حتى مريض نخليه يسيم يقول لي ما عنديش باش نقيسه سكر متاعي راهو حاجة مش معقولة في الفين واثنين وعشرين دونك اذيك الشرط من شروط سييم بالنسبة لي ايه انا مش اينا بركة قلتها الطب الكل متفقين عليها عليش على خد الساعات نجمو منحسوش علامات اوكي دونك سوائلك هو وقتاش يلزمني انقيس دونك هو من المفروض ما يجبنيش نستنى حات تايلين تصير لي حاجة باش نقيس دونك من المفروض في رمضان يجبنا نقيسه علاقل في ثلاثة كان مش اربعة اوقات هذو ما يجبهم يكونوا موجودين اللي هما في الصحور في وسط النهار واللي هو ابا بخي ما الساعتين ما الثلاثة في الوقت اللي ساعات يحب السكر يتيح فيه قبل شاقان الفطر اميدياتمو وساعتين بعد شاقان الفطر عليش خد ساعتين بعد شاقان الفطر فما ريسكو انه بالعكس يطلل دونك هذو ما الاربعة اوقات بالنسبة لي اينا واجبة دونك فسحور يزل ناقصوا فسحور قبل من تصحروا قبل من تصحروا في الفيوستنهار دونك ما الساعتين ما الثلاثة يهو وقت الفطور هو الوقت اللي انفيت كي ما ناكلوش فما ريسكو انه يتيح السكر قبل شاقان الفطر اميدياتمو وساعتين بعد شاقان الفطر دونك هذو ما اربعة مهمين على الاخر وانا بالنسبة لي اينا ثلاثة اهمية لهم كبيرة اللي هوما فيوست النهار قبل شاقان الفطر قد قد وذاك كيف كيف فما ريسكو بعد شاقان الفطر بساعتين ومناذي منيش نستنى على ميت اذا فما عليه ما شاي مفروغ منو اما منيش نستنى على ميت بيش ننقيس السكر متال دونك دكتورة بقي اليوم بش نحكي وخاصوه للناس اللي تسيم صورتو ها مرض مرضى مرضى السكري اللي سسمحتو لهم بش يسيموا خاطر بينسور ديما يرجع لاتبي متاعو وقتاش ننصحو مريض السكر بش يقف على السيم يوقف السيم دونك فما حاجات واضحة باي اذا يحس روحوا بتاع برشة دونك حسب ارهاق شاديد بتاعب يلزمو يفطر اذا فما على ميت بتاع واحد شاح من الماء مثلا يسيو ديزي دغات اليهوما سعيب اذو كنتو نحكيو فيهم كيفاش يحس هذي ايه سيختو سيختو اذا بشي قيس بسيفة الية دونك وقت اللي السكر يتيح تحت 0.7 دونك 0.7 جرام برليتر وإلا سبعين ساعة هو تبدا مكتوبة سبعين روح في الجهيز متاعو بش تبدا مقايدة سبعين ميلي جرام برليتر داكوردو نوك تحت السبعين وساعة رو فما برشة النيس مايرفوش يقراوها بهي سبعين هي 0.7 يعني سكر طايح هذيك تحت 0.7 ولا فوق التروى جرام يعني فوق ثلاثة جرامات يعني هو بشيرها ثلاثة مية داكوردو اذا كان اقل بصفر سبعة وإلا أكثر متلاثة جرامات ولا أكثر متلاثة جرامات هذيك بش يفتر ونزيدوها زيدا أكيد رو فما علامات أخرى دكتورة وقتها إذا فما علامات التياح السكر وإلا فما علامات تطلوع سكر نحكي عليهم عالمات التحذيرية لانخفاض السكر نحكي عليهم العالمات التحذيرية لانخفاض السكر التحذيرية لانخفاض السكر في فمه يحس روحه تعبر شارسه يوجع ساعات يوالي على العصابه مريد السكر أو ساعات الناس تقيمه أنه نرفوزي مقفتي نجمي كنت يحلو السكر دونك يوالي منرفز على العصابه يعايت راسه يوجع قلبه هكا يدق بالقويه دونك هذوكم علامات اللي هما دجا يتجمعوا باش نعرفوا اللي اللي ساعات زادة يحس الضباب قدام عينيه دونك سيتون فيزيون فلو يحس اللي معات شيراب القديه هذوكم لكلهم علامات تيح سكر بالنسبة لعلامات تطلوا ع السكر تعمل وقت اللي يطلع السكر يخلي الانسان يوالي يتباو البارشة دونك يدخل التواليات بارشة يحس روحوا كيف كيف جعان يحس روحوا عطشين يحس روحوا تاعب ودايغ ساعات عباد يقول كل عبد عنده علامات في ساح في ساح يعرفهم يخليهم يتيحوا علامات من تيح السكر وإلا من طلوع السكر ما اتنشون راهم مش لازم تكون موجودة العلامات مش يكون السكر طايح ساعات الانسان يوالي معاتش يحسهم العلامات هذوكم على ذاكنا هنا نحكيوا على المراقبة تتفيذك عشان قولك راو شرط من شروط السياح نعملو تلا ساعة ساعة هي المراقبة على خد ساعات الانسان ما عاش يحس ما عاش يحس تياح السكر سيختو قدم السكر متاعو يتقدم مع انتا قدم يوالي يقديم قدم بدنو يوالي يستنس بك التياح ملو يحس العلامات في 0.8 ومبعد يحسهم في 0.6 ومبعد فاصل اربعة دونك تمشي ويستنس بكل الامور هذيك وبدنو يتاقلم معاها اوكي دي ما نعاود ونأكد راهو المراقبة واجبة عطيتنا الدكتورة طوا عطيتنا العلامات التحذيرية لانخفاض السكر شنو نعملو وقت شنو يلزم يعمل المريض حس شوية من العلامات هذو ما وعاود ذكرنا بهم حس شوية مكافيش دونك علامات تتيح السكر هما يقيس يلزمو يحس روحو يرش حس روحو جعاء حس روحو قلبو يدق يحس روحو قاعد يعرق والعرق متاعو بارد حس روحو تاعب فيش الراس ويوجع ساعات ما معندو فيختيج وعندو اذباب قدام عيني اوكي دونك شنو يعمل بالنسبة لي انا اول حاجة يمشي قيس عاليش خاتر فام عبيد مستنسين بتلاثة جرامات كي يهبط للجرام ونصف يحس العلامات اذيك دونك بالنسبة لي انا اول حاجة يمشي يعملها يقيس اذا تأكد اللي هو سكره طايح ايش يخطو اذا سكره اقل من 0.7 جرام بار لتر يلزمو يفطر شنو مش يعمل يمشي ياخد حاجة سائلة حلوة ونأكد برشة مرة تراو فام عبيد تمشي تشرب حليب ولا تاكل شوكولاتة لي بالشاكيكة اينا نصلح السكر متاعي يزمني حاجة سائلة سريعة الامتساس باش نطلع فيه على السكر اللي اللي هي مثلا يا اما كيس ماء فيه ثلاثة طوابع سكر وإلا كيس عصير دونك وقت عنده الحاق باش يكل يشرب كيس عصير وإلا مشروبات غازية كيف 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 كيس مشروب غازي اللي هو معليش خاطرهم سريعة الامتساس دونك يطلعوا السكر فيسع دونك فيسع فيسع باش يطلع السكر متاع مبعد من ما يطلع السكر متاعنا يلزمنا ناكلو مثلا قدمة خبز قدمة صغيرة خبز ومبعد نعاودو نقيسو باش نتأكدو السكر متاعنا طلع دونك يلزمنا نقيسو قبل ما كي نحسو العلامات ناكلو وبعد نعاودو نقيسو باش نتثبتو اللي سكرنا طال وبيانسور ما نمشووش نجري وناكلو الحاجة اللي حلوة واحنا ما نزلنا ماقسناش دونك عليش نعاودو نأكد خاتف ما ناس ستنسو ولا ما ما شاوروناش وصابو وهو ما تلقاهم سكرهم عالي دونك دوب ما يتيح تشايشة يحس اللي اللي سكره طاح دونك هني قلت لك شرط من شروط السيام هو مراقبة القياسات متاع السكر متاعنا حتى لو كان حسيت العلامات تقيس صلح كما قالت الدكتورة بحاجة خليني نغنينا مش مصعب قذيرا هو ونصلحو بالحاجة اللي حلوة ناخذو قديمة خبز نعاودو نقيس باش نعرفو روحي وين بالضبط به عن امو كيل ما يقولو لي حاضرة خلينا ناخذوها باش نختمو بالسؤال متاعنا وسؤال سهل برشا سهل علاخر سؤال اذا كاننا حاضرة المكان ما قالو صباح النور صباح الخير يا لله مرحبا شكونا معنا عايشك مرحبا ديكتي والدكتورة مدى عقب دا ما حيات حيات من يتكلم فينا انا نكلم فيك من الزهراء يا مرحبا يا مرحبا يا حيوتا مرحبا يا حيات تبع فينا تبع فينا في فقرتنا مع دكتورة ملج عيدانا ايه مهمة نتبع فيكم نحبكم نحبي ديكتورة عايشك عايشك ربي بركك يا حيوتا يا بي ايه انا نحب الربحك طبعا العايشك الربح معا اكويتشين اه من شنو كوفخي لبغين تعلي كانت تحكي في الدكتورة وكلا مش نحبش نسهلو لكم عارش حكاياته ايه السؤال يقول وقت مريض السكر يقص السيام في رمضة وقت يقصوا هكا فيه سعيد ليس يفطر أعطينا باش نعطيك الاحتمالات ولي هي بريسك الإجابة وقت السكر أقل من 07 قسناه لبراي متاعنا طلع عنا أقل من 07 وقت السكر أكثر من ثلاثة جرامات وقت الحساس بالرهيق الشديد وإلا ثلاثة إجابات صحاح الحساس؟ هيا هه هكذا يعرف القبيل والظائرات كان ساد pest وعب يكتلك وقت يعتبر أكثر من ثلاثة جرامات وقت ل��가 يعرف بعض الشكر negativesi لديك شكوب رجل وقت يطلع ثلاثة جرامات وي وقت زادة نلقاوه قيسو ونلقاوه طايح اكثر مصفر سبعة او كي ما قالت الدكتورة تلقاها مكتوبة اكثر مصفر سبعة ايه تاس احتمال يترا دوب كلهم متاع مريد العالمات متاع معنتها بتاع السكر والا عندك شكون مريد بالسكر في العائلة لا 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 انا احنا مع الناس سللتنا بارضية متاعنا مع الناس الحمدولله انا تعرف قديش عمري ايه قديش عمرك حياة ما شاء الله ربي ان شاء الله يعطيك صحة لبدن واستحفظ استحفظ 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 لروحي لعندي لسكر لدم لواحد نورمال معنا تنعيش في الطبيعية محسيت من كلامك انك تعرفوا مرض السكري انا حتى في جيبتك كنتي قاعدة تقولي فيها انت عابت يعرفها بالقدان ان شاء الله ربي يبارك لك وشاء الله ربي يعطيك الصحة مع هذا اكوي تشيك راديو ميد نهديو لك الاباري الكوفخي في الاباري اكوي تشيك وفي البندليت متاحة اه تهديه للعبد كانت عرف عبد من العائلة ولا حاجة و ان شاء الله ربي يش في الجميع ونقل لك ربي يشد لك بسحتك يا حيات يا لبيهي واقعد دي ما تبعي محلي هاي أطبا اللي ضروف برك عبر استمرار بحظينا الدكتوراه لا في الفور تسيشها بالزيتة نعم وكل ودخلهم من الفور وبلاش عظام مرأة وبلاش عظام من داخل اللي من العملش عظام منا فهمت هيلة هيلة على الله خير ايش اي اخر حيات اي ريقوتة والجيش واجترف اي ولكريمة بالبناء كريمة بمعنة نقصة فقر بالبناء المعمولة محوليها دبارة دبارة حيوتا ان شاء الله ربي يسعدك ويبارك لك ويعطيك صحة لبداني يا حياتي عايشك يا عزيزتي نشكرك برشة نشكرك برشة نشكرك برشة دكتورة ملج عيدين محليها لتفاعلوا لبحنيها حيات مع انها قطك مش مريدة اما تحسها عارفة بالقدير نشكرك برشة اللي قاعدين قوموا فيه مهم برشة للتوعية للتذكير للتقيف الصحي مرض السكري ما هوش هو صحيح مرض مخطر وعنده مضاعفات كبيرة اما يجبنا نعرفو نتعامله معه وقتلي نعرفو نتعامله معه تعيشوا معه في سلام الراقبو نسيطروا عليه راولة بيس نشكرك برشة دكتورة ملج عيدين قابلو ثلاثة جيه ان شاء الله كانت هذي فقرة صحتك علينا برعاية مخابر اكو تشيك اكو تشيك اختار الانظر لصحتك